صباح الفل إفن صباح الفل أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كل تمام كل تمام الحمد لله ربما طيب بشكل عام وبعد كده ندخل بقى مع بعض في التفاصيل شايف إن شاء الله إلى أي درجة نحن قادرين على العودة في ماتش النهاردة ويلفوس بيها وبالتالي تآهل للنهائي خلونا نتفع أس كريم إن المباراة صعبة جدا طبعا حتة التوقع إن إنت تتكلم في جوزية إن إحنا مثلا تكسب طبعا النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية بالتأكيد لازم كل الناس بتفكر وعندها أمل كبير في النادي الأهلي ولعادة النادي الأهلي تكون على مستوى الحدث النهاردة وكعادة النادي الأهلي في المباراة الصعبة إن بيكون ليه مردود إيجابي وإن يقدر يتخطى الموقف الصعب جدا لكن وكلامنا ده مش مبررات عشان بس الناس تبقى فهمها لازم أنت تفهم إن أنت بتلعب فريق قوة جدا جدا وإحنا ما بنعملش بلون صندوز نتائجه في آخر أربع سنين هي اللي بتحدث عنه معافر أكويسة جدا مع مدرب كويس جدا حتى لو اختلفنا بعض التصرحاته إله الهنبارح لكن أنا وجد نظري إن التصرحات المدربين دلوقتي بقت جزء من الشق النفسي في كل دوليات العالم حرب نفسية وهم عندهم الحتة دي يعني عالية من زمان لا وكمان هم بيلعبها على حسب أنواع المدربين أنا أتلاقى مثلا موسيمان كان يجيه بعد كمانا كان بيشتغل نظام تنويم ممكن ده مثلا بيشتغل بشكل تاني خالص اللي هو يوجه لك بقى انتقادات ويأخذك في جانب تاني عشان يستفزك فدي جزء من الحرب النفسية مدرب عالي جدا مدرب عالي جدا وعنده ممكانيات فنية ومادية وبشرية كويسة جدا لكن احنا سقطنا في العربة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون على المستوى الحدث